حبائي في صفة أخرى مهمة جدا اللي هو الغرض من بشارة الميلاد الرسول بولوس بيتكلم عن ولادة يسوع وبيدمجها في صلب المسيح أيضا يقول في غلاطة أربعة والآية أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني ليفتدي الذين فإذن واحد من أسماء المسيح يعني كانوا بينتظروا الفداء وتعزية إسرائيل وهنا في غلاطة بيتكلم عن الفداء من خلال يسوع المسيح والفادي أحبائي ينبغي أن يكون قريب من الإنسان بحسب مواصفات العهد القديم وأنه لازم يكون عنده الشرعية والإمكان أنه يحل ويفك ويقوم بدور الوكيل والفادي جوئيل في اللغة العبرية اللي بالعربي ترجمناها الولي يعني أوكي بس هاي الفادي إلها كلمة أكبر كلمة أعمى الفداء أحبائي هو الشراء بدفع الثمن فالمسيح اشترانا كما يقول لأنكم اشتريتم بثمن لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم وقام فأحبائي المسيح اشترانا ودفع فينا ثمن باهز دمه الكريم وهنا تسمى كلمة الفداء الفداء إحنا ما منستحق أحبائي لكن فيه شخص اللي هو إنسان بس إنسان كامل بلا خطية وهو حمل الله بلا عيب بلا دنس بلا لوم كامل بلا خطية حتى يكفر عن خطيتي وخطيتك بس لازم يكون كامل لأن إنسان لا يستطيع أن يفدي إنسان واحد فإذا كان الإنسان كامل بدون خطية يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية فالمسيح هويته من السماء جاء إلى الأرض وأخذ يعني جسم بشريتنا ما عاد الخطية حتى يكون عنده الكفاءة أن يكون الفادي فالفادي غير مخلوق بيكون مولود حتى يكون مساوي للإنسان ويتعاطف مع الإنسان في احتياجنا وبشريتنا وهذه المواصفات لا تجدها إلا في شخص واحد الإله الكامل والإنسان الكامل وهذه مواصفات وهذه الكفاءة التي تمتع فيها يسوع المسيح وحده فكإله كابن الله استطاع أن يرضي الله ويوفي العدالي الإلهية كابن الإنسان استطاع أن يرضي الله ولكن من ناحية أخرى استطاع أن يكمل عمل الفداء بجدارة لأنه ابن الإنسان الكامل ولأنه أكمل عمل الإنسان بجدارة يعني المسيح هو ملك وفردا أنه ملك أراد أنه يخلع ثياب الملكية ويلبس توب فقير ويمشي على الأرض فهل تغيرت طبيعته أو جوهره؟ هو ملك وتخيل أنه في حرب بين مملكتين هذا الملك راح وتمرن وتدرب مثل أي جندي آخر وربح المعركة ورجع وتوج كملك فتوج كملك لأنه انتصر في الحرب بجدارة وأيضا لأنه أصلا طبيعته ملك لأنه هذا جاء من العرش الملوكي هذه المواصفات لا تجدها إلا في شخص واحد هو الرب يسوع المسيح كابن الإنسان الكامل بلا خطية استطاع أن يكفر عن خطايا البشرية كلها ماضي حاضر مستقبل يوفي العدالة الإلهية والمطالب الإلهية واستجمع واستكمل كل شيء في شخصه المبارك فهو الفادي اللي دفع ثم بدم نفسه واشترانا من نفسه إلى نفسه ما هذا حق لإله أصلا من الخليقة لكن بالفداء استرجعنا واشترانا لنفسه حتى نكون ملكه ومعه إلى أبد الآبدين اشتركوا في القناة